هلا والله بالنجوم اخباركم ان شاء الله دايما بخير ايه تدرون متى اخر مرة قلت ذا المقدمة وتحديدا الكلمة اللي محتادين نقولها اللي هي هلا والله بالنجوم ذي ما قلتها تقريبا من ست اشهر هذا كان اخر مقطع ذكرت في هذا الكلام وبشكل عام كان اخر مقطع تكلمت فيه بكل راحتي واخذت كامل الراحة وانا سجل المقطع هذا النوع من المقاطع بالعادة ما اكتب لها اي نصوص مسبقة وانما كنت اسجيل حر يعني ما اتنظم فيه لا لا تفهمون غلط يعني مو اني ام كركب لا ما اتنظم فيه بالحوارات او ما اكتب شيء اقوله يعني اثناء المقطع يخي ما اظهروا المهم انه وصلت المعلومة يعني ما عندي نصوص اكتبها واستخدمها اثناء المقطع وانما فقط اتكلم بكل راحة و اقول اللي في بالي فحبيت ارجع لهذه السلسلة والله مزمان جدا جدا مزمان عنه ومشتاق لهذا النوع من المقاطع لانه سراحة يعجبني كثير فقلت ارجع لكم بهذا المقطع ادري المقدمة طولت مرة فبختصر عليكم وابدا ان شاء الله في هذا المقطع جايب لكم شيء جديد نفسي اسويه من زمان مرة واللي هو الرسمة الثلاث الابعاد يعني كيف اني ارسم شيء لكنها ثلاث الابعاد او كأنه مجسم حقيقي موجود قدامي باختصار يعني مو كأنها رسمة على ورقة وانما يعني شكل له يبان كأنه حقيقي انو شفتها من بعيد كأنه موجود على الفوق مو مرسوم على الورقة لا وانما كانه موجود فوق الورقة كذا كأنها حقيقي اتمنى وصلت المعلومة مادري انا قاعد اشرح بزيادة اه صح بالنسبة للالوان انا كانت عندي الالوان اقدر اقول انها اقل من هذه اللي عندي الان كمستوى لاني بحكم اني لسه كنت مبتدئ فكنت ماشي على مبدأ معين في هذا الالوان لو تذكرونها في الشرحات القديمة كنت مثلا كمثال اني ارسم مثلا بالدرجات من الفاتح الى الاغمك وكانت هذه الالوان تندمج بكل سهولة وكانت بسيطة كذا الى المبتدئين حبيت اني مثلا اطور من نفسها شوية جبت الوان ثانية اللي هي فايبر كاستل ولا ما ادريش اسمها كامل بس اللي هي من ستين لون انا احب الشركة هذه مرة ومن اكبر المعجبين فيها صراحة فكنت ماشي على هذا المبدأ وهذه كانت اكبر غلطة صوتها غلطة حياتي اني مشهت عليها رحت رسمت رسمة كبيرة مرة الهانجي زوي من اتاكن تايتن والرسمة طلعت شي فضيع يا الله يا ليتني ما رسمتها بس بس صراحة لما افكر في الموضوع نقول الحمد لله اني رسمتها كانت كويسة كتعليم هي مو كويسة كرسمة اني تعلمت منها فبعدين بكلامكم عند الموضوع بعد شوي بالنسبة للتريدي او رسمة الثلاثة الابعاد انا توي مبتدئ فيه وهذه اول رسمة ثلاثية الابعاد لي فتعلمت يعني مثلا ان عكس الالوان القديمة هنا اول شي لازم اضيفه اللي هي اماكن السطوع او الاماكن اللي فيها نور زي ما تلاحظون اول شي رسمته او حطيتها يعني على الورقة اللي هي حددتها الاماكن اللي فيها ضوء وباستخدام اللون الابيض في الابتدائي كنا نقول يو الله اللون الابيض لا مدري ليش يحطونه في علبة الالوان ما كنا نستخدمه ولكن ندري ايش الفايدة منا اصلا لكن بحكم اننا كنا صغار فما كنا نعرف اي شي كبرت وتعلمت والحين شفت ان اللون الابيض هو اهم لون اصلا يعني من الاساسيات اللي تكون عندك في علبة الالوان هي اللون الابيض صراحة فمثل ما تشوفون ارسمت او حطيت على الورقة حددت الاماكن اللي فيها صطوع او الاماكن اللي فيها نور اللامعانة يعني من كثر النور اللي فيها او السطعان هذا الكلمة الجديدة مع اليكم من كثر السطوع اللي فيها ما فيها اي لون غير اللون الابيض ثاني شيء وهي الخطوة الثانية أنك تضيف أغمق درجة موجودة عندك في الرسمة أقوى لون أو أغمق درجة عندك في الرسمة تحطها بعد اللون الأبيض طبعاً اللون الأبيض هو استثناء ما لا تدخل أول شي نحط اللمعان من بعدها يبدأ التدرج فأضيف اللون الغامق بعد ما أضيف اللون الغامق أضيف اللون المتوسط اللي هو بين الفاتح وبين الغامق مثل ما تشوفونه الآن هذا هو اللون المتوسط أول شي أضفت اللون الأزرق الغامق واضح أن اللون قوي جداً بعدها أضفت اللون الأزرق المتوسط يعني ما هو حتى الغامق مرة ولا هو الفاتح الكلام واضح وما يحتاج شرح فالمهم في هذا النوع من الألوان اكتشفت شي جديد أن الألوان هذه عميقة جداً يعني أقدر قولي بغالها دراسة لو مثلاً بأوصفها يقدر قول لك تدرس الدراسة يعني مختصر الكلام يحتاج لك وقت عشان تتعود عليها تتعود ترسم فيها لها أساسياتها الخاصة صراحة كانت غلطتي هي اللي قلت لكم عنها بعد شوي غلطتي كانت أني كنت ماشي على المبدأ الألوان القديم اللي هي مثلاً أني أبدأ باللون الفاتح إلى اللون الغامق وجيت طبقت على هذا الألوان وأستلم أكبر عيد أكبر غلط أنك تستلم مبدأ معين إنك تستلم مبدأ معين وتمشي يعني في هذا المبدأ على باقي الألوان وتطبق هذا المبدأ على باقي الألوان وهذا أكبر غلط الآن بتطلع عندك نتيجة أحياناً بشعة وأحياناً غير مرضية وأحياناً بتكره اليوم اللي رسولت في هذا الرسم أقول لكم بكل أمانة يعني الالوان هذه عكس الالوان القديمة تسعين درجة 360 درجة انا حرفيا هنا ارسم عكس او المبدأ اللي ارسم فيه بهذه الالوان مختلف تماما عكس القديمة القديمة لو تذكرون في الشرحات ترجعون المقاطع اللي كنت اشرح فيها كنت ارسم بالالوان الغامقة لا عليش كنت ارسم بالالوان الفاتحة بعدها المتوسطة بعدها الغامقة يعني متوسطة هي الوحيدة ثابتة في مكانها ما علينا كنت ارسم بالالوان افتح درجة بعدها اقوم منها بشوي المتوسطة بعدها الاغمق وكانت الالوان يعني تندمج كل سهولة والامور في السنباتيك يعني لكن حبنا اتطور وجبنا الوان ثانية يعني الوان خلينا نقول انا ما صرت محترف ابدا لسه انا في مستواي الحمد لله كويس بس لسه احتاج الكثير احتاج الكثير الكثير فجبت الالوان هذه وتعلمت من هذه الرسمة ان المبدع يختلف تماما هنا لازم استخدم اقوى درجة عندي بعدها استخدم الدرجة المتوسطة بعدها استخدم الدرجة الفاتحة افتح درجة وطبعا كلهم هذول الثلاثة اللي هو اللون الابيض تكلمنا وايضا يرجع الى حسب الصور اللي بترسمه انت فاللون الابيض نحن نستخدم قبل الالوان قبل ما نلون وبعد ما نلون نستخدم قبل التلوين عشان يعطينا اماكن السطوع والاماكن اللي فيها نور نستخدم بعد التلوين حتى يدمج الالوان ويعطيها واقعية اكثر وهذا الشيء برضو على حسب الصورة مثل ما شفته الان استخدمت اللون الابيض استخدمت اللون الابيض عشان ارجع اعيد على الالوان وادمجها مع بعض باللون الابيض نفسه وخلي فيها تدرج وهذا الشيء على حسب الصورة والحمد لله يعني كاول تجربة لرسم الثلاثة الابعاد وثري دي انا اراضي بالنتيجة واشوفها كويسة وان شاء الله برسم شيء اكثر وبنزله عندي بوصف في الانستة رابط الانستة في الوصف حق القناة واني بحطه هنا في الشاشة واش كنت بقول لكم بعد ليش طيب نستخدم عكس ليش نلون بالغامج بعد ان توصف بعدها الفاتح السبب لان هذا الالوان قوية كل لون له قوته الخاصة يعني مثلا اللونت بالفاتح وبعدها حطيت فوق الغامج هنا الالوان مرح تندمج نهائيا لانه ايش انت حطيت الطبقة القوية يعني كيف شرح لكم حطيت الطبقة الاقوى يعني فوق الطبقة الاضعف فالطبقة الاقوى راح تبرز وما راح تندمج مع الطبقة الاضعف عشان كده ايش تسوي نضيف الطبقة الاقوى بعدها الاضعف بشوي اللي هي المتوسطة وبعدها الاضعف الاضعف اللي هي الفاتحة مروا وكل درجة لانها افتح من الثانية لما تحطها فوق الاقوى راح تفتح معاك وتبدأ تندمج معاها هذا هو السر بالالوان فصراحة انعجبتنا النتيجة الحمدلله شوفها كويسة ومرضية بالنسبة لأول تجربة وان شاء الله في تجربة ثانية كل ما ارسمت شي جديد في هذا الموضوع بحط هناك في الانستة وان شاء الله في شروحات ثانية اكثر واكثر عن هذه الالوان كل ما اتعلم شي جديد باجي هنا انشاب لكم وبعد اشرح لكم وتفلسف عليكم ما عليكم اضبطكم وبس والله شوفكم ان شاء الله في الحلقات الجاية في امان الله اشتركوا في القناة